السلام عليكم يعطيكم العافية أنا الأستاذ نور إدريس إن شاء الله اليوم سنشرح درس التباديل والتوافيق اللي هو الدرس الثاني والثالث من الوحدة الخامسة بداية لابد منه نعرف التباديل من رمزه إحنا برمز رمز التباديل بالنسبة إنه عبارة عن لام بين قسين نون فاصل را معناها هاي لام تقرأ تباديل نون فاصل را يعني لو أنا عندي مجموعة عدد عناصرها نون بدي أخطار منها را عنصر بستخدم طريقة التباديل بقول لي حيث أن نون وراهي عبارة عن أعداد صحيحة موجبة بحيث أن نون أكبر من أو تساوي را لو أجينا اطلعنا هون في عنا قانون لا التباديل بالنسبة إنه تباديل أو لا من نون فاصل را بنقرأها تباديل نون فاصل را شو بتساوي نون مضروب على نون ناقص را مضروب لو أجينا اطلعنا في الأمثلة معطينا هون في المثال الأول جد قيمة كل مما يأتي معطيني واحد تباديل العشرة فاصل ثلاث هون لو بدي أستخدم قانون التباديل باجي بحكي العشرة مضروب هاي هون نون مضروب فباخد العشرة مضروب على حاصل طرحهم مضروب هاي نون ناقص را مضروب باستخدام قانون التباديل فبنيجي بنحكي عشرة مضروب على عشرة ناقص ثلاث مضروب اللي بتساوي عشرة مضروب على سبعة مضروب بالنسبة إنه إحنا أخذنا في الدرس السابق اللي هو المضروب كيف إحنا نفك العشرة مضروب اللي هي عبارة عن عشرة ضرب تسعة ضرب ثمانية ضرب سبعة مضروب على سبعة مضروب وهنا انا بقدر اختصر السبع مضروب مع السبع مضروب فبالنسبة الى الناتج عشرة ضرب تسعة تسعين ضرب ثمانية سبعمية وعشرين وهيك احنا منكون حلنا هاي المسألة باستخدام قانون التبادل لو جينا اطلعنا على السؤال الثاني معطيني تبادل الستة فاصل ثلاث باستخدام القانون هي عبارة عن الستة مضروب على الستة ناقص ثلاث مضروب الستة مضروب هي عبارة عن الستة ضرب خمسة ضرب اربعة ضرب ثلاث مضروب على ستة ناقص ثلاث هي عبارة عن ثلاث مضروب باختصر ثلاث مضروب مع ثلاث مضروب بظل عندي الجواب هو عبارة عن الستة ضرب خمسة ثلاثين ضرب اربعة مية وعشرين المسألة رقم ثلاث معطيني تبادل الخمستعش فاصل اثنين احنا منعرف انه هي عبارة عن 15 مضروب باستخدام قانون التباديل على 15 ناقص 2 الكل مضروب وتساوي 15 مضروب على 15 ناقص 2 هي عبارة عن 13 مضروب وبفكها وبختصر بصير عندي 15 ضرب 14 ضرب 13 مضروب على 13 مضروب بنختصر 13 مضروب مع 13 مضروب الجواب بالنسبة انه بصير 15 ضرب 14 في المسألة رقم 4 معطيني تباديل 9.2 باستخدام القانون هو عبارة عن 9 مضروب على 9 ناقص 5 مضروب وتساوي 9 مضروب على 9 ناقص 5 هو عبارة عن 4 وهي رمز المضروب التسعة مضروب ننفكها 9 ضرب 8 ضرب 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 مضروب على 4 مضروب وبنختصر الاربع مضروب مع الاربع مضروب بطلع ان الجواب هو عبارة عن 9 ضرب 8 ضرب 7 ضرب 6 ضرب 5 وهيك احنا بالنسبة انه حلينا هذا السؤال في المسألة رقم 5 معطيني تباديل 8.2 او لام 8.2 هي بالنسبة انه 8 مضروب على 8 ناقص 2 مضروب وتساوي 8 مضروب على 8 ناقص 2 هي عبارة عن 6 وهي المضروب زي ما هو من فك 8 مضروب هي عبارة عن 8 ضرب 7 ضرب 6 مضروب على 6 مضروب بنختصر 6 مضروب مع 6 مضروب بالنسبة انه 8 ضرب 7 قيمتهم 6 وخمسين وهيك احنا منكون حلينا هاي المسألة بالنسبة للسؤال 6 تباديل النون فاصلة 3 رقم 6 تباديل النون فاصلة 3 هاي لو احنا بدنا نحلها منيجي منحكي باستخدام القانون هي عبارة عن نون مضروب على نون ناقص 3 مضروب وتساوي بالنسبة لي النون مضروب بدنا نفكها هي عبارة عن نون ضرب نون ناقص 1 نون ناقص 2 نون ناقص 3 ومضروب وبوقف عند نون ناقص 3 مضروب لانه انا عندي في المقام نون ناقص 3 مضروب هاي نون ناقص 3 مضروب وبختصر نون ناقص 3 مضروب مع نون ناقص 3 مضروب فبالنسبة لي الجواب هو عبارة عن نون نون ناقص واحد نون ناقص اثنين وحنا حلينا هاي المسألة في المثال هون رقم سبعة معطينا تباديل النون والاثنين بنفس الطريقة في المسألة رقم سبعة معطيني تباديل النون والاثنين منيجي منحكي باستخدام قانون التباديل هي عبارة عن نون مضروب على نون ناقص اثنين مضروب وزي ما تعلمنا النون مضروب بفكها نون ناقص واحد نون ناقص اثنين مضروب على نون ناقص اثنين مضروب وقفنا عند نون ناقص اثنين لانه عندي في المقام نون ناقص اثنين وبدنا نتخلص منها فصار عندي نون ناقص اثنين مضروب مع نون ناقص اثنين مضروبة منختصرها فبالنسبة ان الجواب هو عبارة عن نون في نون ناقص واحد ونحن هيك نكون حلينا هاي المسألة لو اجينا على سؤال رقم ثمانية معطيني تباديل النون زائد 2.3 لو اجينا بدنا نحل هذا السؤال تباديل النون زائد 2.3 باستخدام القانون انا بقدر احلها هاي عندي النون زائد 2 اللي هو الحد الاول هاي باجي بحكي نون زائد 2 الكل مضروب على حاصل طرحهم مضروب يعني نون زائد 2 هاي جنبها ناقص ثلاث الكل مضروب شو بطلع عندي الجواب هاي وتساوي هاي نون زائد 2 مضروب البسط يبقى كما هو المقام نون هاي عندي نون زائد 2 ناقص ثلاث هي عبارة عن سالب واحد وهاي اشارة المضروب هس احنا منفك البسط عشان نختصر فباجي بحكي عبارة عن نون زائد 2 في نون زائد واحد في نون نون ناقص واحد وبوقف عند نون ناقص واحد عشان اختصرها مع المقام على نون ناقص واحد مضروب وبتسير عندي عملية الاختصار فبالنسبة ان الجواب بيكون هو عبارة عن نون زائد 2 نون زائد واحد في نون ويحنا هيك منكون قدرنا نحل هاي المسألة لو اجينا اطلعنا على سؤال رقم تسعة معطينا تباديل النون زائد واحد فاصلة اربعة في المسألة رقم تسعة معطيني تباديل النون زائد واحد فاصلة اربعة بدنا نستخدم هون قانون التباديل فبنيجي بنحكي بالحل هاي هون ان الحد الاول اللي هو نون زائد واحد هاي مضروب على حاصل طرحهم مضروب نون زائد واحد ناقص اربعة مضروب فبتسير عندي نون زائد واحد بتظل زي ما هي هاي مضروب على نون زائد واحد ناقص اربعة هي عبارة عن سالب ثلاث مضروب هس هون انا عشان اختصر المقام بدنا نفكي نون زائد واحد مضروب فبتسير عندي هي عبارة عن نون زائد واحد مضروب في نون نون ناقص واحد نون ناقص اثنين نون ناقص ثلاث مضروب على نون ناقص ثلاث مضروب زي ما تعلمنا سابقا المضروب بنواخذ الحد زي ما هو وكل مرة بنطرح منه واحد وهي يصير عنا نون ناقص ثلاث مضروب مع نون ناقص ثلاث مضروبة بنختصرها اللي بيظل عنا بالحل نون زائد واحد مضروبة في نون نون ناقص واحد نون ناقص اثنين وإحنا هيك بنكون حلينا هاي المسألة لو اجينا اطلعنا على المسألة رقم 10 معطيني تباديل 5.1 بالنسبة لي للحال بدنا نستخدم القانون زي ما حكينا هي عبارة عن 5 مضروب على 5 ناقص 1 مضروب وتساوي 5 مضروب على 5 ناقص 1 هي عبارة عن 4 وهي عندي المضروب فبتصير عندي 5 ضرب 4 مضروب على 4 مضروب وهنا انا بقدر اختصر 4 مضروب مع 4 مضروب فبالنسبة لي الجواب بساوي 5 في المسألة رقم 11 معطيني تباديل 5.0 هي عبارة عن 5 مضروب على 5 ناقص 0 مضروب وتساوي 5 مضروب على 5 ناقص 0 اللي هي 5 طب 5 مضروب تقسيم 5 مضروب بنختصرهم والجواب بالنسبة لي 1 في المسألة رقم 12 تباديل 5.5 يصير لنا الجواب 5 مضروب على 5 ناقص 5 الكل مضروب ما تساوي الخمسة مضروب زي ما هي على 5 ناقص 5 0 مضروب كنا بنعرف انه الخمسة مضروب هو عبارة عن المية وعشرين السفر مضروب قيمته 1 فبطلع بالنسبة لي الجواب 120 في المسألة رقم 13 معطيني تباديل 8.3 تقسيم تباديل 7.0 في المسألة 13 تباديل 8.3 على تباديل 7.0 هنا انا بقدر اوجد قيمة البسط لحال قيمة المقام لحال بعدين اختصرهم فباجي بحكي الحل بالنسبة لي تباديل 8.3 هي تباديل 8.3 وتساوي هي عبارة عن 8 مضروب على 8 ناقص 3 مضروب وتساوي بالنسبة ان 8 مضروب تبقى كما هي 8 ناقص 3 هي عبارة عن 5 مضروب وتساوي 8 مضروب هي عبارة عن 8 ضرب 7 ضرب 6 ضرب 5 مضروب على 5 مضروب من اختصر 5 مضروب مع 5 مضروب فبالنسبة ان الجواب بطلع 8 ضرب 7 ضرب 6 هسا منوجد المقام اللي هو تباديل 7.0 نجي بنحكي التباديل 7.0 ويساوي 7 مضروب على 7 ناقص 0 مضروب بالنسبة ان هو عبارة عن 7 مضروب على 7 مضروب وقيمته بالنسبة ان بتساوي 1 فبالنسبة ان الجواب بطلع هي تباديل 8.3 على تباديل 7.0 وتساوي 8 ضرب 7 ضرب 6 على 1 ويساوي 8 ضرب 7 8 ضرب 6 وهيك احنا منكون اقدرنا نحل هاي المسألة لو اجينا اطلعنا على سؤال رقم 14 معطيني 2 ضرب تباديل 3.3 هاي مضروب ناقص 3 ضرب تباديل 4.1 هو عبارة 4 مضروب على 4 ناقص 1 مضروب فبتسير عنا 2 ضرب 3 مضروب هيها في البسط على 3 ناقص 3 عبارة عن 0 مضروب زائد 8 مضروب على 8 ناقص 0 هاي 8 المضروب يبقى كما هو ناقص 3 ضرب 4 مضروب على 3 مضروب اللي هي 4 ناقص 1 قيمته 3 مضروب فبالنسبة لي الجواب كيف دي يطلع عنا 2 ضرب 3 مضروب قيمته بالنسبة 6 0 مضروب 1 هاي 6 على 1 زائد 8 مضروب مع 8 مضروب بنختصرها فالجواب بالنسبة 1 ناقص 3 ضرب 4 مضروب هي عبارة عن 4 ضرب 3 مضروب على 3 مع 3 لانه هي مش 3 لوحد هي عبارة عن 3 مضروب فعشان هيك انا بختصر هون 3 مضروب مع 3 مضروب بالنسبة 2 ضرب 6 12 زائد 1 هاي اشارة الطرح زي ما هي 3 ضرب 4 12 نيجي منحكي 12 ناقص 12 0 شو بيضال عنا الجواب موجب 1 وإحنا هيك منكون نقدرنا نحل هاي المسألة بالنسبة تباديل 0.1 بتساوي 0 زي المسألة رقم 10 معطينا تباديل 5.1 بتساوي 5 يعني تباديل اي عدد والواحد العدد نفسه تباديل 5.1 بتساوي 5 تباديل 10.1 بتساوي 10 تباديل 20.1 20 تباديل 8.1 أيضا 8 في الحال الثاني تباديل 0.0 بتساوي 1 يعني تباديل اي عدد مع السفر قيمته 1 لو حكينا هون في المسألة رقم 11 تباديل 5.0 وكتبنا الجواب على طول بساوي 1 صح 100% في الرقم 3 تباديل 0.0 بتساوي 0.0 مضروب لو تباديل 5.5 هي نفسها 5 مضروب ولو طلعنا على طريقة الحال طلع مع الجواب 5 مضروب اللي هو قيمته 120 ولو حلينا الجواب على طول 5 مضروب وقلنا بتساوي 120 فبكون حل نصح 100% لو أجينا على السؤال طالب من في هذا المثال أكتب كل مما يأتي باستخدام التباديل أنا عشان هاي أكتبها باستخدام التباديل أول خطوة في الحل باجي أكبر عدد عندي موجود 9 هاي باجي بحكي تباديل بين قسين هي 9 العدد الكبير هاي كتبنا 9 بعد كم عدد موجود عندي 1 2 3 4 5 معناته هي نفسها تباديل 9 5 بعد 1 2 3 4 5 فبتصير عندي تباديل 9 5 في المسألة الثانية معطيني 30 29 28 طالب مني أكتبها على صورة تباديل فالحل بالنسبة لنا هاي لام اللي نرمز للتباديل بالرمز لام العدد الكبير عندي هون 30 هاي 30 فاصلة بعد كم قيمة موجود عندي أو كم عدد هاي 1 2 3 فهي عبارة عن تباديل 30 فاصلة 3 نيجي على المسألة رقم 3 بالنسبة إننا بدنا نكتبها باستخدام التباديل التباديل قلنا منرمز له بالرمز لام أكبر عدد موجود عندي 15 وبعد 1 2 3 4 5 6 اللي هو عبارة عن تباديل 15 فاصلة 6 في المثال رقم 4 بدنا نكتبها على صورة التباديل فبالنسبة إننا الحر سيكون هاي لام اللي بنرمز لها للتباديل عدنا أكبر 1 نون هاي نون من عد كم حد عندي 1 2 3 4 معناته هي نفسها تباديل النون فاصلة 4 التباديل لو أجينا على المثال اللي بعده طالب مننا نوجد قيمة را في كل مما يأتي معطيني تباديل 10.4 تساوي 720 عشان أقدر أنا أحل هذه المسألة وأوجد قيمة را أول خطوة بأعملها بأخذ الناتج اللي معطيني يا اللي هو 720 منيجي منحكي 720 أول عدد بدي أقسم على 720 اللي هو بالنسبة إلي العشرة هذه العشرة 720 تقسيم عشرة الجواب بالنسبة إلي 72 باجي بحكي العدد الأصغر من عشرة مباشرة اللي هو بالنسبة إلي التسعة فباجي بأخذ العدد اللي بعد العشرة مباشرة اللي هو التسعة فبنيجي منحكي 72 تقسيم تسعة الجواب بالنسبة إلي ثمانية العدد الأصغر من تسعة مباشرة أو باجي بحكي تسعة ناقص واحد الجواب ثمانية فمنيجي بنحكي ثمانية تقسيم ثمانية الجواب واحد بعد انا كم رقم استخدمنا او كم قيمة طلعت معي عبين ما انهيت عملية القسمة بالنسبة الي هاي عدد عددين ثلاث فبالنسبة لنا قيمة رابط ساوي ثلاث و هيك احنا اوجدنا قيمة رائف هاي المسألة لو جينا اطلعنا على المثال الثاني معطيني تباديل الخمسة فاصلة رابط ساوي ستين زي ما حكينا بناخذ الجواب هاي الستين اول عدد بدي اقسمه عليه اللي هو الخمسة باجي بحكي ستين تقسيم خمسة اطناش طب الاطناش انا بقدر اقسمها على الاثنين وعالستة وعال الاثناش نفسها لكن احنا هون عشان اوجد قيمة رابط باجي بحكي الخمسة لو بدي اطرح منها واحد بصير الجواب اربعة فباجي بحكي اطناش تقسيم اربعة الجواب بالنسبة اليه ثلاث هس هون الاربعة ايضا ده اطرح منها واحد هيصار عندي الجواب ثلاث ثلاث تقسيم ثلاث الجواب واحد وهيك انهينا الحل بعد قم قيمة استخدمت في القسمة هاي واحدة ثنتين ثلاث فبالنسبة الي ايضا قيمة رابط ساوي ثلاث لو اجينا اطلعنا على المسألة رقم ثلاث معطيني تباديل التسعة فاصلة رابط ساوي ثنين وسبعين بنيجي مناخذ الجواب اللي هو الاثنين وسبعين هاي ثنين وسبعين بدي اقسمه على تسعة زي ما بنعرف اثنين وسبعين تقسيم تسعة الجواب ثمانية طب الثمانية بقدر اقسمها اربعة اجي اعود اربعة اكيد لا لانه هون الشرط باجي بحكي التسعة بدي اشيل منها واحد الجواب ثمانية فبتصير عندي ثمانية تقسيم ثمانية الجواب واحد قم قيم استخدمنا هاي واحدة ثنتين فبالنسبة الي قيمة رابط ساوي اثنين نيجي نكمل في المسألة رقم اربعة معطيني ثلاث ضرب تباديل الستة فاصلة رابط ساوي تسعين مطلوب مني ايجاد قيمة رابط اول اشي اول خطوة في الحل هون بتخلص من معامل التباديل فباجي بحكي تقسيم ثلاث تقسيم ثلاث هون باختصر الثلاث مع الثلاث بتصير عندي تباديل الستة فاصلة رابط ساوي تسعين تقسيم ثلاث هي عبارة عن ثلاثين وزي ما تعلمنا بناخذ الجواب اللي بطلع معي الثلاثين وبقسم اول اشي على ستة العدد اللي معطينا اياه في السؤال ثلاثين تقسيم ستة الجواب بالنسبة الي خمسة باجي بحكي ستة ناقص واحد الجواب خمسة خمسة تقسيم خمسة واحد كم قيمة استخدمنا هون هاي واحدة ثنتين فبالنسبة الينا قيمة رابط ساوي اثنين نيجي على المسألة رقم خمسة تباديل الخمسة فاصلة رابط ساوي مية وعشرين نيجي منحكي الحل مباشرة هاي عندي المية وعشرين بدي اقسمها اول مرة على خمسة فمنيجي منحكي مية وعشرين تقسيم خمسة الجواب بالنسبة الي اربعة وعشرين الاربعة وعشرين بقدر اقسمها على ستة طب استخدم الستة اكيد لا باجي بحكي الخمسة ناقص واحد هي عبارة عن أربعة فأربعة وعشرين تقسيم أربعة الجواب بالنسبة الينا ستة هسه هون الاربعة بدي اطرح منها واحد الجواب ثلاث ستة تقسيم ثلاث اثنين يلا الثلاث بدنا نطرح منها واحد فبطلع عندي الجواب اثنين اثنين تقسيم اثنين الجواب بالنسبة الينا واحد فقيمة رابط ساوي باجي بحكي هاي عدد عددين ثلاث أربعة فقيمة رابط بالنسبة اليه عبارة عن 4. نأتي على المسألة الرقم 6. معطيني تباديل الاربع فاصلة را على 2 بتساوي اثناش. تباديل الاربع فاصلة را على 2 بتساوي اثناش. هون انا بدي اتخلص من معامل التباديل زي المسألة رقم 4 كان مضروب في عدد قصمنا الطرفين عليها. هون مقسوم على عدد. بضرب الطرفين بمقلوبه. هون مقسوم على اثنين. هاي هون باجي بحكي. ضرب اثنين. ضرب اثنين. بختصر الاثنين مع الاثنين. بتبقى عندي تباديل الأربعة فاصلة رابط ساوي 12 ضرب ثنين هي عبارة عن الأربعة وعشرين وزي ما تعلمنا عشان نوجد قيمة ر Bead ne n'eee نعمل القسمة هاي الأربعة وعشرين بدي اخذها هاي أربعة وعشرين أول قيمة بقسمها على الأربعة وعشرين اللي هي ما قطيني هي في السؤال الأربعة فميجي بنحكي أربعة وعشرين تقسيم أربعة الجواب بالنسبة لي ستة العدد الأضغر من أربعة مباشرة أو أربعة ناقص واحد اللي هو ثلاث ستة تقسيم ثلاث اثنين العدد اللي أصغر من ثلاث مباشرة اللي هو الاثنين فاثنين تقسيم اثنين الجواب واحد هون كم قيم استخدمنا في الحل هاي عندي قيمة قيمتين ثلاث فبالنسبة لي را بتساوي ثلاث وبهاي الطريقة إحنا قدرنا نوجد قيمة را طب أنا هون في السؤال لو بدي أوجد قيمة نون لو أجينا اطلعنا جت قيمة نون في كل مما يأتي بقول لي أنا هون عشان أقدر أحلها بدي أحل بالتجربة ايش يعني بالتجربة لو أجينا اطلعنا على المثال الأول معطيني تباديل النون فاصل اثنين بتساوي ستة وخمسين هاي معناها لما يكون عندي نون مجهول انه أنا بدي عددين متتاليات حاصل ضربهم ستة وخمسين طب أنا كيف بدي أحلها بالتجربة باجي بحكي عددين متتاليين لو بلشت الواحد ضرب اثنين الواحد ضرب اثنين جواهم ستة وخمسين أكيد لا باختصر العدد الأول وباجي بحكي اثنين ضرب ثلاث طب الاثنين ضرب ثلاث ناتجهم ستة وخمسين أكيد لا باختصر الاثنين باجي بحكي ثلاث ضرب أربعة طب الثلاث ضرب أربعة مش ستة وخمسين هاي اختصرنا الثلاث صارت عندي أربعة ضرب خمسة أربعة ضرب خمسة عشرين بديش يتخمي أربعة معناها بتصير عندي خمسة ضرب ستة خمسة ضرب ستة هي عبارة عن ثلاثين أيضا أنا الجواب بديها ستة وخمسين هذه لغينا الخمسة وعطيت السبعة فبصير عندي ستة ضرب سبعة اثنين واربعين قربنا من الستة وخمسين بلغي الستة بصير عندي سبعة ضرب ثمانية نحن نعرف أنه سبعة ضرب ثمانية قيمتهم ستة وخمسين معناته أنا قدرت ألاقي عددين متتاليان لماذا أريد عددين متتاليان؟ لأنه ما أعطيني تباديل النون فاصل اثنين هذه معناها أنه أنا بحاجة عددين متتاليان حاصل ضربهم ستة فطلع معي هذول العددين السبعة ضرب ثمانية فأنا باجي بحكي قيمة نون هي عبارة عن العدد الكبير من الأكبر السبعة ولا الثمانية أكيد الثمانية فباجي بحكي قيمة نون بتساوي ثمانية في المسألة رقم اثنين معطيني تباديل النون فاصل اثنين بتساوي مية وعشرة هون عندي برضو اثنين اثنين معناها أنا بدي ألاقي عددين متتاليات حاصل ضربهم مية وعشرة المية وعشرة سهلة هي نفسها الـ 11 ضرب عشرة هاي لقيت عددين متتاليين الفرق بناتهم واحد يعني 11 ناقص واحد قيمته عشرة عددين متتاليين هون معطيني اثنين لو كان معطيني ثلاث بيكون بدي ثلاث أعداد متتالية لكن تباديل النون فاصل اثنين بتساوي مية وعشرة معناته أنا بحاجة عددين متتاليين حاصل ضربهم مية وعشرة هذول العددين اللي هم 11 ضرب عشرة بقدر أستخدم الطريقة اللي حلناها في المسألة الأولى لكن رح تأخذ مننا شوية وقت فإحنا بدنا نحلها بطريقة أسرع المية وعشرة اللي هي 11 ضرب عشرة هاي عددين متتاليين حاصل ضربهم اثنين قلنا قيمة نون بتمثلي العدد الأكبر مين الأكبر اللي هو 11 فبتطلع عندي قيمة نون بتساوي 11 لو أجينا على المسألة رقم ثلاث معطيني تباديل النون ناقص ثلاث فاصل اثنين بتساوي اثنين وسبعين أنا هون بدي عددين أيضا متتاليين حاصل ضربهم اثنين وسبعين كنا بنعرف انه التسعة ضرب ثمانية حاصل ضربها بالنسبة لي اثنين وسبعين هاي لقيت عددين متتاليين هون معطيني اثنين معناها عددين متتاليين حاصل ضربهم اثنين وسبعين هذا بيعني انه النون ناقص ثلاث كاملة بتساوي اكبر عدد طلع معي مين الاكبر التسعة ولا الثمانية التسعة طبعا بدي اوجد قيمة نون بجمع ثلاث للطرفين فبالنسبة لي نون وتساوي اثناش وإحنا هيك منكون حلينا هاي المسألة نيجي على المسألة رقم اربعة معطينا تباديل النون فاصل ثلاث بتساوي ستين بدي اوجد قيمة نون بما انه عندي ثلاث هون معناها بدي ثلاث اعداد متتالية حاصل ضربهم ستين باجي بحكي هاي الواحد ضرب اثنين ضرب ثلاث واحد ضرب اثنين اثنين ضرب ثلاث ستة ماعطنيش ستين بلغي الواحد وبضيف عدد هاي الاربعة باجي بحكي اثنين ضرب ثلاث ستة ضرب اربعة اربعة وعشرين برضو ماعطتني ستين بلغي الاثنين هاي ضرب خمسة ثلاث ضرب اربعة اثناش ضرب خمسة ستين معناته 3 أعداد متتالية اللي حاصل ضربهم 60 اللي هم ال3 ضرب ال4 ضرب ال5 والشرطult تكون أعداد متتالية يعني ما بزبط واحد يجيقولي الستين هي عبارة عن حاصل ضرب العشرة ضرب ال6 طب العشرة ضرب ال6 هم عددين متتاليين أكيد لا فهذا الحكي بالنسبة إنا مرفوض فال ثلاث أعداد متتالية اللي حاصل ضربهم 60 الثلاث ضرب 4 ضرب 5 فنون بتساوي أكبر قيمة فيهم أكبر عدد بالنسبة إنا اللي هو ال5 فنون خمسة ضرب 5 تعطيني 60 زي قبل شوي برضو ما وصلت للنتيجة اللي بدي اياها 4 ضرب 5 ضرب 6 4 ضرب 25 ضرب 20 ضرب 6 بالنسبة انها 120 ايضا ما وصلت لل 210 هاي 5 ضرب 6 ضرب 7 باجي بحكي 5 ضرب 6 ضرب 30 ضرب 7 210 هاي لقيت ثلاث اعداد متتالية حاصل ضربهم 210 فقلنا هون قيمة نون بتمثلي العدد الاكبر النون الاكبر بين الخمسة والستة والسبعة السبعة فقيمة نون بالنسبة انها بتساوي سبعة لو اجينا على المثال الرقم ستة طالب مننا نوجد تبادير النون فاصل ثلاث بتساوي خمسة في تباديل النون فاصل اثنين هون معطيني طرفين المعادلة فيها تباديل هون عشان اقدر احلها بدنا نستخدم قانون التباديل اللي شفناه في بداية درسنا لليوم فباجي بحكي تباديل النون فاصل ثلاث هي عبارة عن نون مضروب على نون ناقص ثلاث مضروب وتساوي خمسة ضرب تباديل النون فاصل اثنين هي عبارة عن نون مضروب على نون ناقص اثنين مضروب وزي ما تعلمنا في درس المضروب اني انا بدأ اتخلص من المقام معناته بدنا نفك البصلة انه اكبر فباجي بحكي النون مضروب هي عبارة عن نون نون ناقص واحد نون ناقص اثنين نون ناقص ثلاث مضروب وبوقف عند نون ناقص ثلاث عشان نختصرها مع المقام على نون ناقص ثلاث مضروب وتساوي خمسة ضرب نون مضروب اللي هي عبارة عن نون نون ناقص واحد نون ناقص اثنين مضروب على نون ناقص اثنين مضروب هون صار عنا نون ناقص ثلاث مضروب في المقام وفي البسط فبقدر اختصرهم فبيظل عندي نون نون ناقص واحد نون ناقص اثنين وتساوي هون عنا نون ناقص اثنين مضروب مع نون ناقص اثنين مضروب اختصرناها خمسة ضرب نون ضرب نون ناقص واحد لو لاحظنا ان هاي الاقواس بناتهم عملية الضرب ولما يكون عندي معادلة الطرفين فيها بناتهم حاصل ضرب بقدر اختصر الحدود المتشابهة يعني انا عندي هون بالطرف الاول نون وعندي بالطرف الثاني نون فبقدر اختصر نون مع نون او اجي احكي بدي اقسم الطرفين على نون وبختصرها عندي هون نون ناقص واحد وعندي هون نون ناقص واحد بما انه بناتهم مساواة والعمليات بين الاقواس ضرب باختصر نون ناقص واحد مع نون ناقص واحد بظل عندي من الطرف الاول نون ناقص اثنين وتساوي من الطرف الثاني خمسة بدي اوجد قيمة نون بجمع اثنين للطرفين بالنسبة ان نون تساوي خمسة زائد اثنين هي عبارة عن السبعة واحنا هيك ملكوني قدرنا نحل هاي المسألة لو اجينا على سؤال رقم سبعة في المسألة رقم سبعة شو ما اعطينا ثلاث تباديل النون فاصلة ثلاث بتساوي تباديل النون فاصلة اربعة زي ما اتعلمنا في المسألة رقم ستة بدي اجي استخدم قانون التباديل فباجي بحكي ثلاث ضرب نون مضروب على نون ناقص ثلاث مضروب اشارة المساواة بتنزل زي ما هي تباديل النون فاصلة اربعة هي عبارة عن نون مضروب على نون ناقص اربعة مضروب ننفكها زي ما أخذنا قبل شوي ونيجي نختصر النون ناقص 3 مضروب من البسط اللي رح تطلع معنا مع الموجود عندي في المقام فبيصير عندي 3 ضرب النون مضروب هي عبارة عن نون ضرب نون ناقص 1 نون ناقص 2 نون ناقص 3 مضروب وبوقف على نون ناقص 3 مضروب تساوي النون مضروب هي عبارة عن نون نون ناقص 1 نون ناقص 2 نون ناقص 3 نون ناقص 4 مضروب على نون ناقص 4 مضروب نجي منحكي نون ناقص 3 مضروب مع نون ناقص 3 مضروب بنختصرها نون ناقص 4 مضروب مع نون ناقص 4 مضروب بختصرها شو بيظل عندي في الطرف الأول 3 ضرب نون ضرب نون ناقص 1 ضرب نون ناقص 2 تساوي نون ضرب نون ناقص واحد نون ناقص اثنين ضرب نون ناقص ثلاث وزي ما حكينا بما انه عندي طرفين بناتهم اشارة المساواة وعندي هون الاقواس حاصل ضرب بنختصر الحدود المتشابه يعني عندي نون بالطرف الاول ونون بالطرف الثاني بختصرهم مع بعض عندي نون ناقص واحد ونون ناقص واحد بختصرهم مع بعض وعندي نون ناقص اثنين في الطرفين هيختصرناهم مع بعض بتبقى عندنا من الطرف الأول الثلاث بتساوي من الطرف الثاني ظل عندي نون ناقص ثلاث عشان أوجد قيمة نون بجمع ثلاث للطرفين فبالنسبة أن قيمة نون وتساوي ثلاث زائد ثلاث هي عبارة عن الستة وإحنا هيك منكون حلينا هاي المسألة لو أجينا شفنا المسألة رقم ثمانية طالب مننا بالمسألة رقم ثمانية تباديل النون فاصل أربعة على خمسة تساوي تباديل النون فاصل ثلاث أول إشي زي ما اتفقنا بدي أتخلص من معامل التباديل سواء هون عندي في القسمة أسهل إلي عشان أكتب التباديل على صورة قسمة فبضرب الطرفين ضرب خمسة ضرب خمسة هيختصرنا الخمسة مع الخمسة فبصير عندي تباديل النون فاصل أربعة بتساوي تباديل النون فاصل ثلاث ضرب خمسة نيجي نستخدم قانون التباديل للطرفين فهي عبارة عن نون مضروب على نون ناقص أربعة مضروب بتساوي نون مضروب على نون ناقص ثلاث مضروب ضرب خمسة هسا النون مضروب بدنا نفكها هي عبارة عن نون نون ناقص واحد نون ناقص اثنين نون ناقص ثلاث نون ناقص أربعة مضروب على نون ناقص أربعة مضروب نون ناقص واحد نون ناقص اثنين نون ناقص ثلاث ومضروب وبوقف على نون ناقص ثلاث مضروب ظل عندي ضرب خمسة هاي ضرب خمسة بنيجي بنختصر بالمتشابه نون ناقص أربعة مضروب مع نون ناقص أربعة مضروب نون ناقص ثلاث مضروب مع نون ناقص ثلاث مضروب بتبقى عنا من الطرف الأول نون نون ناقص واحد نون ناقص اثنين نون ناقص ثلاث من الطرف الثاني نون نون ناقص واحد نون ناقص اثنين ضرب خمسة زي ما حكينا بما انه عندي حد طرفين بناتهم اشارة المساواة بقدر اختصر الحدود المتشابهة لانه المضروب بعطيني دائما عملية ضرب ما رح تطلع عندي عملية جمع اني ما اقدر اختصر فبنيجي منحكي هاي نون ونون منختصرهم مع بعض نون ناقص واحد ونون ناقص واحد بختصرهم مع بعض نون ناقص اثنين ونون ناقص اثنين ايضا منختصرهم مع بعض بتبقى عندنا من الطرف الاول نون ناقص ثلاث من الطرف الثاني خمسة عشان نوجد قيمة نون بجمع ثلاث طرفين فبالنسبة اننا قيمة نون وتساوي نون وتساوي ثمانية وهيك احنا منكون حلينا هاي المسألة